أما الموضوع التالت والأخير في هذا الجزء واللي هنختم بيه حلقتنا النهاردة هيكون عن نوع جديد من الأغذية المهمة واللي بنقدمها لحضراتكم دايما تحت عنوان كل فترة كده بتلاقونا نروح مديينكم أكلة كده بنسميها أكلات مهمة ومنسية اتكلمنا في حلقات سابقة عن الحمص وأهميته والعدس البني وأهميته ولسه ان شاء الله ان شاء الله هنقدم لحضراتكم معلومات عن أكلات تانية كتيرة جدا ومهمة قوي للجسم النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن الفول الأخضر الاسمه الفول الحراتي الفول الأخضر اللي هو بيتباع ده على العربيات أو بيتباع في الأسواق الفول الحراتي أو الفول الأخضر هو أحد أنواع البقوليات بيطلق عليه اسم اللحم النباتي ياه اللحم النباتي آه والتسمية دي دقيقة جدا على فكرة والسبب في الاسم ده أن العنصر ده غني جدا بالمواد البروتينية الفول الأخضر ده الفول الحراتي غني جدا بالبروتينات لدرجة أنه ممكن يكون بديل للبروتين الحيواني في بعض الوجبات من كتر ما هو غني بالبروتين أوي يعني البروتين فيه كميته كبيرة ومحترمة كباية واحدة من الفول الأخضر يعني لما بنفتحه كده بنفرطه نملك كباية كباية زي اللي بنشرف فيها الشاي دي خلاص أو بنشرف فيها الميا بلاش الشاي خلاص كباية واحدة من الفول الأخضر بتغطي خمسين في المية من احتياجاتنا اليومية من فيتامين ألف اللي هو فيتامين إيه واللي اتكلمنا عن أهميته الكبيرة جدا جدا لجهاز المناعة وعمليات النمو والتكاثر وصحة العينين والبشرة والجلد والحفاظ على الأخشية المخطية على فكرة جماعة أهمية فيتامين إيه في موضوع القدرة على الإنجاب موضوع مهم فعلا يعني تأثيره كبير قوي لأنه وجد بالأبحاث الطبية قدرة الفيتامين ده الكبيرة قوي على تحسين حالة الخصوبة وزيادة فرص الحمل عند السيدات وطبعا هو مفيد للرجال برضو يعني تمام الفول الأخضر كمان مهم جدا لصحة العظام والأسنان أنا بقول لكم في حاجات كده سبحان الله حاجات بسيطة جدا ومتوفرة ولما بتطلع حتى بتبقى أسعارها رخيصة جدا وتلاقوا فيها كمية فوائد رهيبة شوفوا بقى أهميته شوفوا احنا عملين نقول إيه هو هو البروتين النبات أهو خلاص أو بروتين أو يعني ممكن نستبدل به وجبة بروتين من البروتين الحيواني بالفول الأخضر اللي هو الحيراتي ومهم الاحتواءه على فيتامين إيه وكوباية واحدة 50% ومهم للأسنان والعظام مهم كمان لصحة القلب باختلاف احتواءه على حمض الفوليك أو الفوليك أسد وفيتامين سي من مزال فول الحيراتي برضو احتواءه على مادة اسمها الكلوروفيل كلوروفيل دي أي حاجة خضرة بيبقى فيها الكلوروفيل والمادة دي من أقوى المواد الطبيعية اللي بتكافح أنواع كتيرة جدا جدا من السرطان لكن طبعا كالعادة لازم نحذر من تناوله بكثرة يعني مش نقعد بقى ناكله عمال على بطار لأنه ممكن يسبب التخمة وعصر الهضم وده بخلاف أنه ممنوع طبعا بالنسبة لمرضى أنيميا الفول أو ما يعرف بأنيميا البقوليات الفول الحيراتي بيتكل في أغلب الأحوال في صورته الطبيعية كده زي ما هو وأحيانا كتير جدا يتكل مع الجبنة وفي بعض الأحوال بيتعامل صانية مع الرز وده لا يقلل أبدا من قيمته الغذائية يعني فيه ناس كتير قوي بيجيبوا كده صانية كده ويحطوا الرز ويحطوا فيها الفول دي وبتتسوى وبتبقى جميلة جدا أنا شخصيا كلتها يعني دي أكلة حلوة جدا وعلى فكرة الأمهات اللي بيعملوا النوع ده من الأكلات أمهات فاهمين قوي ووعيين قوي وعارفين مصالح يعني مصلحتهم ومصلحت ولادهم ومصلحت أزواجهم جدا لأنها أكلة تحتوي على كل المواد اللي محتاجها الجسم ونوع من أنواع التغيير عشان ما يبقاش حتى فيه حالة زهق أو حالة تكرار لنوع محدد كده من الأطعمة النهاردة كان كلامنا في الأطعمة المهمة المنسية عن الفول الحيراتي والفول الأخضر يلا كده ننزل نجيب الحاجات دي على طول بكرة الصبح على طول يعني يكون عندنا كده في البيت شوية فول حيراتي كده حلوين فول أخضر في كل الفوايد دي إن شاء الله بالهنى والشفا النهاردة قدمنا في حلقتنا موضوعات كتيرة اتكلمنا عن التهابات الجيوب الأنفية عند الأطفال اتكلمنا عن مهارة المشي وتحفيز مهارة المشي عند الأطفال اتكلمنا عن الأغذية المحفزة للتركيز والأغذية المحفزة للذاكرة والأغذية اللي بتخلي حالتنا النفسية حلوة وقلنا صح ولا غلط إن الأطفال يشربوا اللبن خالي الدسم وقلنا طبعا غلط وعرفنا ليه واختتمنا كلامنا مع حضراتكم عن الفول الأخضر والفول الحيراتي بكل ما فيه من أهمية وإفادة لجسمنا ترجمة نانسي قنقر